نريد أن نتحدث بمبادرة المبادرة التي طلحها المؤتمر الشعبي الحاكم في السودان قبل أسابيع وتلقينا حصالات من عدة جهات لإستجلاب موقفنا عن مبادرة المؤتمر الشعبي وقد تحرك بالفعل الدكتور علي الحاكم عملياً لتسويق المبادرة واتمع بالسيد صادق البهدي زعيم حزب الأمة بالحزب الشيوعي السوداني وأسطر البيانات والشيوعي المتحدث لكن لا قد أنه يكونه واضح جداً جداً أنه المبادرة المؤتمر الشعبي مرفوضة جملة تفصيلاً مبادرة المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبي هي العقلية التي محاربها المؤتمر الشعبي حركة ديش تحت رسول الله وإن تقول أن يفعل في حكومة فيها المؤتمر الشعبي لأنه المؤتمر الشعبي حزب ثببت في انفصال الجنوب بعقليتها المؤتمر الشعبي أشوف يصليه في حقوق قيادته دكتور حزب الترابي مثلاً كان يجلد الناس للجهاد جهات 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 حينما نقل من السلطة حينما انطلعوا من السلطة قال إنه المات في الدنوب كله فطائسة لذلك كل الحديث الذي كان يروي لها التليزيون السودان الصحف الراديو عن الجهاد الترابي طلع انه كل الماته فطيس ازمير محمد صالح فطيس ابراهيم شمز الدين فطيس علي عبدالفتاح فطيس ابو لجانة فطيس وكل الساحات الفداء والكلام اللي كان بغطي فيها اسحاق عبد الفطنالله اللي بروي فيها التليزيون السودان كله كذب لانه كل الترابي قال انه ما فطيس في مصر ما في مجاهد ما مجاهدين وما في مجاهد واحد ده شكل الكلم بتاعه شكل الكلم بتاع الترابيين شفنا ايضا حديثهم عن الفريات وما فريات وفريات اللي هيتحدثون عند الكردابين سكت اعرف ما ايه ما حديثهم بتاع فريات وقدرين ايه دول خديثة لدستور 98 من اكتر الدساتير جمودا وتحجرا من اكتر الدساتير تحدثت بتمام الفريات الا انها صادرتها بابارات رنانة كوسطا للقانون وبثوبت القانون وغيرها من بقوانين النظام العام وقوانين قوانين الامر وغيرها من القوانين المقيلة للفريات لقوانين بدي سليمان وصادرت حديث حسن الترابي عن الفريات وما الفريات وطرح نفسه على اساس انه امام الفريات وفنس ظلوا لأكثر من عشرين سنة مما ركنوا من السلطة الايام المفاصلة الشهيرة يصمونا حسن الترابي امام الفريات وطارح نفسه على اساس انه هو رجل الفريات لكن هذا كذب حسن الترابي تاريخه معروف تاريخ متربس تاريخ شخصي خبيث للغاية الدليل على ذلك تردو نواب الحزب الشيوعي السوداني في البرلمان ناس نوت وجوزيف جرانو وزددين علي عامل وغيرهم من أستاذ يا قديم مشهوري الترابي وكان أستاذ في جامعة الفرطون كلية القانون لكن مع ذلك تربطس مع الطائفية وتواطع معهم وطلعوا نواب الحزب الشيوعي ورئيس القضاء بابك العوض الله استقال لكن مع ذلك الحكومة اطلاعا ما شاف استغلالية القضاء القضاء كسلطة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهكذا حديث الترابي عن الفريات الترابي هو كان رئيس البرلمان كان له بيتل عن البرلمان لكن مع ذلك كل القوانين المقيدة للفريات كان بأمره وكتابته وكل الانتهاكات التي حدثت منذ بلاد الإنقاذ بلد الأشباح وإطلاق إلى الأمن والشرطة وضرب الطلاب وانتهاك الشرافاء والسياسيين نؤيد الخلاف من رأي كان يعتقلوه ويعزبوه بهينوه يقتل قتل من قتل يقتصب من اقتصب وعزب من عزب وشوها من شوه وشرد من شره كله كان ذلك بألم الترابي لا يطرحنا لأنه مباطرة في الترابي نؤكد إنه مرفوضة وكلام كلام كذبية وحديثه عن الحريات حديثي حديثه عن الجهاد والجهاد والدين ما عندهم أي صلة فريات ولا كالطريزات لذلك عندنا الحضراني وتحدثت معه وجلست معه مع ما كانوا التجهين السلام نهائيا ولا دكتور حضر الترابي يطيل بحياته ما تحدث عنه السلام ولا كان يديك الوصية بتاعه كان إنه نار 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 أيضا وردتنا الورقة بتاع الوية بتاعتنا في حركة تيج تحرير السؤولاني في من ضدر الدولي يعلم ذالة كبيرة التقينا أيضا التقيت الدكتور علي الحاجة محمد الثاني واربع تحدثنا معه الصراحة وكان دائما إننا نشارك المحاولة الانقلامية التي يقانوها جاءنا بعض شوية عن حاج حاج ساتور حاج ساتور جفاري لذلك الحاج محمد نحن جلسنا معه جلسنا مع الحاج محمد جلسنا مع عمر عبد السلام وكان بوقت ايذن أمين الشؤون العدلية ثم أمين الشؤون السياسية الآن في البرلمان أيضا كان معه مخموصا المؤتمر الشعبي حق التنظيم حركة جيش نحن جلسنا لتجه لمنع القيام نحن جلسنا على غرار المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبي رفضت في هيئة تجمع الوطن الدين مؤتمر بعد أن أيضا كذلك رفض حركة العدل والمشارعات بقيادة الدكتور خليل إقواهيم محمد لخلفياتهما في 2003 والتجمع الوطن الدينقراطي من أهم التجمعات تجمعات المعارضة حيثون أرسل أهم القضايا في مقررات أسمر للقضايا المصيرية في 15 يونيو حزيراد 1995 وشاركت في المؤتمر جمع من القيادات السياسية والنقابية والعسكرية والشخصيات الوطنية المنظوية تحت لواء التجمع الوطن الدينقراطي وهي حزب الاتحاد الدينقراطي حزب الأمة الحركة الشعبية والجيش الشعبية تحرير السودان تجمع الأحزاب الإفريقية السودانية الحزب الشيوع السوداني النقابات السودانية مؤتمر البيئ ودى التحالف السودانية وشخصيات الوطنية مستقلة أخرى تداول المؤتمرون التناول في القضايا الأساسية تركضت نقاشهم في إيقاف الحرب وإحلال السلامة التي يتحدث عنها الدكتور عبد حاجم محمد أيضا في حق تقرير المصير وفي مبدأ علاقة الدين بالدولة أو فصل الدين عن الدولة أقربت فصل الدين عن الدولة وشكل الحكم في المرحلة الانتقالية وغيرها من القضايا فالمهم أن المؤتمر الشعبي أتت وتقدمت ورفضت طلبوها قضايا الشعب تنظيم ضد حقوق أي تنظيم يقوم على أساس من الدين أو على أساس الرغم وهي من حربة الجنوب بإسم الدين وحربت دارفور وقتلت مؤتمر الشعبي قتلت براد المؤتمر الشعبي هم من مارسوا الإبانة الجماعية والتطهير للرغم في دارفور إبانة دورة براد وقتلوا براد كتار جدا وقتلوا آلاف الناس في دارفور وعملوا مجازل جماعية ولا مد أن يحاكموا مع المؤتمر الشعبي مع المؤتمر الوطني معنا ويخلوه معه أفئي شك في ذلك لذلك حركة جيش تحريب السودانة تسعى إلى منع أي شذب يقوم على أرضية جينية أنا حذب ما نسكول حذب نقل أي حذب يقوم على أي حذب أو تنظيم سياسي يقوم على أرضية جينية أنها أيضا مفرقة جيش تحريب السودانة موقفها واضش 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 جدا من السلامات الليجية موقفها واضش جدا جدا منها يقوم به المؤتمر الوطني والشعبي وفي أهم وجهين المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني وكانت تريده السلام البشير كان ممشا لها هاي أبدا لأنه المؤتمر الوطني حركة جيش تحريب السودانة كانت أكثر حركة مستعدة للسلام شخصيا حاورت المؤتمر الوطني حدثنا معه في الطريقة القتل حقنا الدماغ واجبنا لابد أننا نتجه لحقنا الدماغ لابد أن نعمل لوضع الحق للاقتتال الداخلي لكن المؤتمر الوطني كعقليتها اتجهت لقتل الشعب اتجهت لتسليح القبائد ضد بعضها البعض وده بالضبط السياسة لاتصد حسن الطبابي لأنه يقتل الجنوين لأنهم أغلبهم مسيحيين ولا دينيين بأكذوبة الجهال والوهم بتعليها وأخيرا اتمرأ إنه غير المات وكلهم فطائس أي زول مات في الجنوب فطائس لكان كلامات رائع بعد ما كان كتر زول يجنب المدول بنفسه القدري المؤتمر الوطني يجعب قتل الطريقة بتاع إنه قضية دارفور ينقسم إلى أول دارفوريين ينقسم الزرق وعرف وغيره من الكلام نتيجة نتيجة مباشرة لأحقلية نتيجة مباشرة للتركيبة المقزومة نتيجة مباشرة للخواء الفكري لذلك المؤتمر الشعبي ما 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 تنفل مع التواجي في قبر المتدع للحاج الآن براو أنا شفت المنونين بتاع المؤتمر الشعبي جول الناسنا على أسس قبلية على أسس عشائرية وقالوا يردون تساعد يمشوا الخطوم وشاكل وصلوا تاتصالوا بينا إنه لن نتصال المؤتمر الشعبي وفدان وعلى اللاين جولنا وكان وممكن نذكر اسمه هم القادم مع بلد هم القادم هم القادم من شدة مع منحطين أخلاقية اللو فيه رضو من أعباحة دابنيش تحريق السرودان الشاطر ولا يقول له ذناني يقول له إنه الهجنان ينوم مع البتا الفلان جماعة حزم الطوان موجودين بداخلنا موجودين بأمارة حاجة ببعض زوين بعض الناس من زوينا موجودين في داخل حركة التحريق للسرودان بيمارسوا أبشع المبرز لو فيه زعوض الشاطري بيقول له إنه الهجنان يمارس الفاحشة والرزيلة مع البتا الفلان ويحاولوا يشنوا سمعت عجومي ولا زون خائن ولا زون أساليب قذرة لم غاية نفس الأساليب القذرة والخبيثة التي صفى بها حظم الترابة الرعيل الأول من الإسلاميين الرشيد الطاهر البكر وغير مفلطة وفيه قمش الآن يتهم بحشوية وطراحوه قالوا إنه الزنة تلبس ومتدبس الزنة مع فلانة ومع فلانة والأساليب القذرة والخبيثة التي بارسوه في أعضاء الحزب الشيوع السوداني حتى أن الترابة كان إذا كان صارغة المهدي والطائفية المرغنية حتى الترابة محاضرة في القانون الدستوري في دعم هذا الخرطون إلا أنه بكل أسف يعني في هذه السابقة أقص الأدوار ونفس الأدوار القذرة والذي يرعبوه أعضاهم في داخل حركة تحريب السودان وأنا كلام مقدور عليها حني شوتهم كله وحنطهر حركة جيش تحريب السودان من الانتهاذين بتاع الترابة ومن الانتهاذين بتاع الحنط عليها حتى حاسم فعلوا في حركة جيش تحريب السودان فإذلك كلامنا واضح جدا المؤتمر الشعبي عليها أن توقف سريمة الثورة المؤتمر الشعبي عليها أن توقف الانتفافة على الثورة وزرع عملائنا المؤتمر الشعبي هي الوشح الأسوأ للتزان والعقلية القدرة التي نحاربها وسنحكمها بالقانون والدستور وماية الشعب المؤتمر الشعبي عليها أن تقف عند حذر عقلية المؤتمر الشعبي هي المحاربة سنحاكم قيالة المؤتمر الشعبي جنبا إلى أن يقمع المؤتمر الوطني كمجملي حق لأنه هما الكتر البولاء هما الأباء وشعبنا في بداية تسعينيات القرن المنصري هما السبب في كل شيء يحدث الآن لأنه استغلوا الدين استغلال سيء جدا استغلوا أعراق السودان استغلال سيء جدا وضربوا المكونات السودانية سنوخان العرقية والدينية لبعضها البعض فدنا هي التي قادت ينقل انقلابات العسكرية وحركة بدائج تحرير السودان لديت تقول انقلاب عسكري حتى تقولها الآن حركة ديج تحرير السودان هي اللي شاركت في ضرب يوم ترمان بالدينرة لبرنق وانا عندي 20 سنة في الجيش 20 سنة في الجيش وكان الدينرة لبرنق هو الاستشهد كان قبائحنا استشعرنا في المسألة شارك شارك كثيرة من حركة ديج تحرير السودان في ضربه عمليات رفضنا اننا نشارك فيه جبهة الخلاصة الوطني على الحيط طلح لنا انه تعالونا وكانوا الهدف والمغزم اللي انشاركوا في العمليات اللي عملوا في 2000 و 14 وانا قلت اتكلمت انا مع الحاج في احدى فناديق اسمع كنا انا واخرين بينما كانوا عن الحاج وكانوا عن الحاج وكمال عمر عبدالسلام والودي المسؤول العتلي وكان معه موسى المكور واخرين لنما تحدثنا وكانوا الكلام الواضح كما بعد ما رتقنا خليل حاج انه يستولوا على الحكم في السودان بقصوبة الأغلبية المهمشة ومؤتمر الأغلبية المهمشة ويتمعوا هو دكتور خليل واخرين انهم يبتلون الأغلبية المهمشة ويتمعنا في اسمر في احدى الفنارق ورفضنا انه نعم الودي التمسيق في اي عمل وانجلاب فشل وانجلاب حاج ادم يوسف فاري القبض على متهم هاري وانه في متهم هاري وانه يلقى القبض عليه والقوم بعد شوية حاج لم يوسف بعض مكان من المناطق المأزومة يستقال من المؤتمر الشعبي وانضم للمؤتمر الوطني وعينوا نايب رئيس المؤتمر الوطني ونايب البشير ايضا في رئاسة الجمهورية فالخلاف بين الكيزان خلاف مصالح ما في اي مبلغ بدر الدين طه كان في المؤتمر الشعبي ايضا مجلس المؤتمر الوطني وانه يتقلب المناصر خلاف بينهم كل الخلاف مصالح ستقولون حبار عن حرامية متختلف للصوال الوهر المسروق على المؤتمر الشعبي ان تقف في الحدوث على المؤتمر الشعبي ان توقف كل شيء عن المؤمن بعدين هنقول نقول ومعدين عمين في المعالم أنا قلنهون مجلس منفذ مكاتب مجلس مكاتب النظام الخالف وده نحوار ونحوار الوصف ونتائل ما نحن ضده ما نحن أبدا أبدا حركة تليز لحيا السودان حركة تسعى لتحرير السودان وإي حركة حقوق مدنية وسياسية لأن السودان ما دولة أبدا السودان ما وطن أبدا السودان عبارة عن دموين للمحوش حركة تليز تسعى لتحريرها تسعى لزيادة حكم القانون حركة حقوق مدنية وسياسية السودان دولة وطن يسعى الجميع حركة تليز تحرير السودان يتؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع حركة تليز تحرير السودان ما إذا رأي رأي من الدين أبدا نعمل أن يصن يصن نعب نعب يجلب على أساس ديني صحيح الدين قيمة ومكوّن أصلي واصلي من الشعب الصلاة لأننا نرحل نرحل نسمع قبرا لقيام الدولة على أسس دينية أو أهبية أو غير أسس مرفوغة لا بل أن الوطن يقول للجميع والدين يقول الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه يقول الدين كله للنع ديني أي يقول جهاد جهاد وعشانه هو مجهد الفضائي السلام المؤتمر الشعبي أو الحركة الإسلامية بشقيها شركاء أصليين شركاء في كل شيء حدث في السودان وفي تتميل العلاقات السودانية في انتقاص أراضي السودان في أنه الدول يشيل ومثلا الحادث الإعدام محمود محمد طاه المهندس المهندس الغذب هو حسن الطراب هو من قتل محمود محمد طاه وتآمر على قتل لتخمر الردة وهو الليلة أبتر رزون ينكر أنه ما في بعد حد الردة ويستشل بقوله سبحانه وتعالى وقال الحق بالربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقر والآله هي نفس الآية في جمع محمود محمود طاه واليوم لذلك الطراب أيضا محاول اغتيام حسن مبارك في أديس أباو من العمل في 1995 كلهم شركاء فيه المؤتمر الشعبي والوطني معنوا الإسلاميين عموما هم شركاء شكل أساسي جدا جدا وتفجير أيضا التفجير سفارتي أمريكا في نيرود وتعالى السلام أيضا مؤتمر الوطن والشعبي شركاء فيه وضع السودان في قائمة الدول الرائعة للإرهاب أيضا شركاء فيه لذلك الحديث عن المؤتمر الشعبي الزيانتين المؤتمر الشعبي الشريف كل ما يحدث في السودان وفي حالة السودان وشريك أصل واصل وليمكن أبدا للمجرم أن يطرح نفسه موقف حركة جيد تحريم السودان تواجه إرهاب دولة تواجه دولة تستخدم كل أجهزتها الأمنية والمخابراتية العلاقات الدولية تستخدم الشرطة وكل حرب الشعب لقتل الشعب من البداية قالوا لو فيه متمرّة واحد أو مشتبه واحد نحرق الحل كله نبين الحل كله لكي ندار كله نمر الشكل المؤتمر الشعبي شريك أصلي وأصيل في كل جريمة حصل شريك أصلي وأصيل في أن الحكومة الحالية تكون حكومة منبوزة شريك أصلي وأصيل في أن الحكومة تكون حكومة إرهابية وتكون لأنهم أئمة الإرهاب هم جابوا أسامة بن لادن هم اللي حاولوا اغتيال الرئيس محمد حسن مبارك في أديس حبابة في 95 هم اللي فجروا السفرات في نيروبي ودار السلام هم المتحمد الذين تسببوا في توثير العلاقات أن align يصبح منبوزة العالم أن العل السجidos أن الكهب يصبح إرهابي لأن تسجل تسجل conhecido ودخل عقابة الثلاء ونصف تنف في كل العالم وأصبح سودان دولة إرهابية لكل المعاين وتقع سودانيا تمن المغال غندور ما يجيه غشن أبدا أنه هو دبلوماسية أطباء الأسنان دبلوماسية إبراهيم غندور ومصطفى إثمان إسماعيل ولا دبلوماسية أمرا المجاهدين أفشل الدبلوماسية لأنه كل الريكورت والسي بي بتاعه المعروف للعالم الترهابين لماذا إنا نحقلوها؟ لم يكن أبدا جميز مورينا أو كامبرا لم يكن نهائيا فاتو بين زمن لم يكن المحكمة الجنائية الدولية كان لها بشير واد يكون مهزلة كان لها بشير غير في أي محل تكون خايف كان لها بشير واد يكون إهانة وزلة وعار للسودان والسودانيين في أي محل مشاعر جماعة الملأبون والإنسان مستعدين ويقضوا عليهم كل العالم مستعدين يقضوا على وفر المشير أي محل مشاعر ما مرحب يولا مصدر لشغ drilling والزلم والعار علششنا بالسدولان كلامت من الكلام كلام الكلام ما صحيح كلام يا عمر البشير ويا قالت المؤتمر الوطني كلامنا خطر يا عمر البشير وقالت المؤتمر الوطني قتل الناس، فإنما قتل الناس zeggen ومن أحياها وهو وفك أنما أحيا الناس اليميع كده يا أمر البشير أوقفوا قتل الناس، أوقفوا الإهالة، أوقفوا ظل الشعب لذلكم جانب عدالة التوضية، جانب وقامه، جانب كل بتيجة منهم، رفضوا طرح الحركة ليش تحرير السودان وحركة ليش تحرير السودان المؤتمر الوطني رفض السلام وإنهم يغيروها، ومستقق قادرون 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 وإنهم يغيروها، الأحزاب اللي دار الإنقلابات، عليهم من يعلموا أننا قادرون من نعمل الإنقلاب عسكري الآن لأنه الزراع العسكري حركة ديه تحرير السودان تعمل داخل العساكر، ما مؤمنين بالإنقلاب الضمائدة لا تصمحوا بذلك، مبادئنا ترفض الإنقلابات العسكرية، ولو دارين نعمل الإنقلاب العسكري الآن نقول لأنه قالت العساكر معظم معنا، قالت الشرفائش الديش معنا أنا شخصيا اشتغطت 20 سنة، عندي 20 سنة من الجيش الآن، اشتغطت سنتان مع التانر والأحرانات وشارط في عملية البلاعة الطويلة، بكديمة من الوحد، كنت على التنسيق معه، ضرب من ضمان، ما قليل معه، ما يتخلموا ساكن حركة ديه تحرير السودان لاتوا من الداخل العسكرية، لو دارين يخشوا الخرطومة لا يخشوها، ولأن الشغل كبير جدا شغاليه، ده بد المؤتمر الوطني يعلم ذلك ديه لابد أن يعلم أنه أكثر من تزعية ذنية من الشعب الاخور، تجدنا لأن في حرف ابنية تحرير السولان بيس طلعت الرأي من الفينوسيتا، والشعب لازم يعرف أنه أن احنا أولا كنت كنا في الأبوجة، ما رفوا عننا الكاهل، الضغوط الدولية إلى الشعب لما الشعب طلعت مظاهرات عارمة، وهدفوا ضد الاتفاقية أبوجة، لما رفض الاتفاقية أبوجة، لما كان استفتاء واضح جدا، والاستفتاء أعلى سلطات الشعب قلنا نفس الشعب هناك أدوم حكم، والكلام نطلعته عنه، أنا طلعته أنه أنت في الكاهرة يومياً مجون زلط يومياً مما أصبحنا يجينا مجلوم الخليفة، ولا يجينا مجلوم للمجلوم من مجلوم الخليفة، يجب تعالوا نعرف أليم كدار سكري وليس كده، وقلت أن يوز العباسة وقالوا بقيته، واحد، أي زول، تهيرين أن يخذين أن يمشون نازحين واللاجين تعويضاتهم، التعويض العالم ثاني، أنه مربعين خليطاً لقرار طوال الدعفور، وتخليه كل يكنين، والإنحاج كان يتكلم، والإنحاج هو الذي يقدس نبنى تفوقه وقال أيام كان الوزير بمرسمها الدستورة مع العشرة والقوامر الدستورية التي كانت بتصدق الإنقلابيين قلنا قلنا اليوم يا مؤتمر وطني أصدر القرار يكون حركته تحياتنا حتى التمثيل في مؤسسة الرئاسة أسرة من الجنوب قلنا يا مؤتمر وطني أصدر القرار فورا يكون في حكومة قليمية لدار فوق على مرار حكومة الجنوب دا كان مطالبنا لقد الآن المطالب الدار الآن القوة تتكبر الآن ديرين المتوارضة لخارج السلطة الآن ديرين إنه السلطة يستنينها الشعر